وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد ويها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد والذي نتلمس فيه مشاعر وشعائر ودروس وعبر من حياة النبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام من الأمور العظيمة في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو حرصه على أن تكون دعوته إلى الله جل وعلا بالتطبيق وبالممارسة وبالعمل وهذا الأمر واضح وملموس كثير من الذين عاشوا في كنف النبي صلى الله عليه وسلم أو خالطوا النبي ورأوا حياته كان هذا الأمر سبب رئيس وعظيم في إسلامهم وفي إيمانهم بالله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن رؤيته للناس على اختلاف ملالهم ونحلهم كما هي رؤية البعض الآن كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وهي أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ويدعو الناس بالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وأن لا يكره الناس على دين الله جل وعلا وكان النبي الكريم صلواته ربي وسلامه عليه يلمس منه هذا الأمر في مواقف كثيرة في حياته على سبيل المثال في قصة ثمامة بن عثال رضي الله عنه وأرضاه حينما وقع أسيرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وربط في سارية من سواري المسجد فكان الناس يمرون على ثمامة بن عثال وهو في هذه اللحظات ثلاثة أيام وهو في المسجد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوته ينظر إلى الصحابة ينظر إلى خوفهم من الله ينظر إلى أعظم تجليات الإسلام وهم يقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بعد ثلاثة أيام أطلق النبي صراحة هو في قصته المعروفة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا قال هو الآن كان يسمع عن الإسلام وعن النبي فكره النبي وكره الإسلام وكره المدينة قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ولم يكن على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك ولم يكن على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك كره النبي وكره الدين وكره البلد وهكذا ما تفعله الدعاية الإعلامية المضادة للإسلام تجعل الناس ينظرون إلى الإسلام نظرة خاطئة لأننا لم نقدم لهم الرؤية الصحيحة لم نستطع أن نصل إليهم أو لأن الإعلام الآخر أقوى من إعلام المسلمين قال والآن قال بعد أن رأيت ما رأيت فوالله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لم تكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعامل قاصرا على ثمامة بن أثال بل تأمل في غزوة بدر الغزوة الكبرى الفرقان الذي أسماه الله فرقانا هذه الغزوة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل وكانت نصرا وعزا وتمكينا للإسلام والمسلمين وقع في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم سبعين أسيرا ماذا يفعلون بالأسرى؟ يعذبونهم لأنهم كانوا على الشرك هؤلاء الذين كانوا يقاتلونهم في المعركة حدث ما حدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسرى خيرا استوصوا بالأسرى خيرا يقول بعض الأسرى أسلم يقول والله لقد كانوا يأتون فيقدمون لنا أطيب الطعام ويتركون الرديئة لهم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا لا بد أيها الإخوة أن نفرق بين أهوائنا ورغباتنا وحضوظ النفس وبين الإسلام هنا حضوظ النفس أن هؤلاء كانوا يقاتلون قبل قليل وهم على الكفر والشرك وهم الآن أسرى بين يدي لكن حضوظ النفس تكون ملغية أمام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان من بين هؤلاء الأسرى من أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم من أجل من أجل كما يذكر العلماء أن يعلم هؤلاء أبناء المسلمين القراءة والكتابة هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم تأمل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن مع الصحابة في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز الجيش فكان أحد الصحابة وهو سواد رضي الله عنه كان سمينا فلما أراد النبي أن يرس الصفوف كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا فغمز بها بطن سواد رضي الله عنه قال استوي يا سواد فقال يا رسول الله الآن الناس ينتظرون معركة ومعركة حاسمة فاصلة وهم أقل ولم يستعدوا لها قال يا رسول الله قال نعم قال لقد بعثك الله بالحق والعدل وإنك أوجعتني فأريد أن أستقيد منك كما أوجعتني أريد أن أفعل هذا الأمر هذا العدل الناس ينظرون إلى سواد رضي الله عنه ما الذي يقوله في مثل هذه المعركة قال فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد يا سواد هذا رسول الله هذا القائد العظيم عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله عز وجل خير الأولين والآخرين وأعظم الأنبياء والمرسلين حسر النبي عن بطنه قال استويا قال استقد يا سواد قال فأقبل سواد رضي الله عنه فاحتضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي يحملك على هذا قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر بشرة أمسها في الدنيا هي بشرتك يا رسول الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وانطلق رضي الله عنه وأرضاه إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعزز قيمة من القيم التي يربي أصحابه عليها وهي قيمة العدل وهي قيمة العدل التي أمر الله جل وعلا وأن يكون الناس سواسية أمام هذا الميزان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الناس سواسية أمام هذه القيمة وأمام هذا الميزان الذي دعا له النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أيضا حينما نتأمل في سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام نجد أن هذه السيرة تعطينا ملمحا عظيما خاصة فيما يتعلق بغزواته عليه أفضل الصلاة والسلام ما الهدف من هذه الغزوات؟ ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصله من هذه الغزوات؟ جميع الغزوات كان الاعتداء دائما من الكفار من المشركين أو أنهم يريدون أن يكمنوا للمسلمين أو أنهم يريدون أن يمنعوا دعوة الإسلام ودين الله جل وعلا أن يصل إلى الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل لهذا ولهذا ليس الهدف الأساسي من الجهاد هو القتل وإنما الهدف الأساسي من الجهاد هو إعلاء راية لا إله إلا الله هو الذفاع عن الإسلام وحماية المسلمين وتمكين الناس من أن يطلعوا على دين الله جل وعلا فالجهاد في سبيل الله وسيلة لتحقيق غاية عظمى وهي أن يعبد الله جل وعلا في الأرض سبحانه وتعالى في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا من القيم التي كان يغرسها في قلوب أصحابه في تطابق القول مع العمل الرحمة الرحمة هذه الرحمة تجسدت في خلقه عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا لقد كما قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عن التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ما مظاهر هذه الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تأمل معي في إحدى المعارك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل لديه أنس بن مالك كان غلاما صغيرا يعمل في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان قد يظهر أمام الآخرين ثوبا غير الثوب الذي يخفيه وخلقا غير الأخلاق التي يخفيها فيظهر أمام الناس الرحمة والعدل والتسامح لكن إذا كان يتعامل تظهر الأخلاق الأخرى وهذا حال الناس الإنسان إذا خلع رداءه وعباءة الأمور الشخصية والرسمية أمام الناس في المنزل يختلف الوضع هذا الرجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم والذي يخدم النبي قد يرى ما لا يراه غيره طيب خدم النبي عشر سنوات خدم النبي عشر سنوات ماذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم خلال عشر سنوات لو أخطأ مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشر عشر سنوات قال والله لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لشيء فعلت لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله عشر سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يجسد هذه الأخلاق الكريمة مع هذا الغلام الذي يعمل خادما هل معنى السد؟ هذا لم يكن يخطئ يقول أنا خرجت مرة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أذهب إلى مكان فخرجت فوجدت صبية يلعبون فلعبت معهم فتأخرت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بأذني وقال يا أونيس يا أونيس هل ذهبت؟ فقلت الآن أذهب يا رسول الله إذن هذا الأمر يجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تعتريه يعتريه البلاء وتعتريه الأحزان ومع ذلك لم تكن هذه سببا في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مع الناس بهذا الخلق الكريم وهو خلق الرحمة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هذا الخلق أيضا يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل أسرته النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه تسعة من النساء وتعلمون الذي لديه امرأتان وليس تسعة بينهم من المشاكل ومن الأمور التي يعرفها من ابتلي بهذا الأمر وهو التعدد هذا الأمر يحدث من الخلاف والمشاكل والأحزان والهموم والغموم الشيء الكثير كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه أرسل تم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو كان في يوم عائشة فلما فتحت عائشة الباب ورأت الطعام كسرت الإناء كسرت الإناء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع هذا الإناء وأن تعطيها مكانها أيضا إناء آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة يا عائشة إني أعلم متى تكونين غضبانة علي ومتى تكونين راضية قالت كيف يا رسول الله قال إذا كنت راضية تقولين ورب محمد وإذا كنت غاضبة تقولين ورب إبراهيم وهذا أيضا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتآلف مع أسرته وأن يشيع بينهم هذا الخلق لم يكن هذا فقط بل حتى مع الأطفال الصغار بل حتى مع الأطفال الصغار الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يسجد فيطيل سجوده خشية أن يؤذيهم حتى ينزل من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يؤذيهم عليه الصلاة والسلام وهذا كله يدل على أهمية أن ننظر إلى هذه الأخلاق الكريمة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وأن نشيع هذه القيام في حياتنا إلى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سمتي أماكن شكرا